اشتركوا في القناة تبني السدود وبطريقة علمية طبيعية تحفظ المياه تكثر الأراضي الصالحة للزراعة تستصلح الأراضي تشوف الزراعة تصير كثيرة الصناعة تصير كثيرة والناس يثرون نستشوف هاي اليابان مثلا دولة فقيرة من حيث المعادن أراضيها حتى من الجهة الزراعية ليست صالحة إلا لبعض أنواع الزراعات لكن اقتصادها عالميا ثاني أو ثالث اقتصاد عالمي مع أنها تستورد كل شيء تقريبا من المواد الطبيعية ليش؟ لأن النظام الاقتصادي اللي عندهم وكذلك النظام السياسي في الجملة حسب الموازين الطبيعية تجي إلى بلدة من البلدان الإسلامية أو من بلدان العالم الثالث حسب تعبيرهم يوجد فيها النفط ويوجد فيها الغاز ويوجد فيها أنهار ويوجد فيها أراضي صالحة للزراعة وتشوف الشعب فقير يعني الثروات الطبيعية موجودة لكن سوء النظام سواء نظام من الحكومة أو من الناس يعني مو فقط إحنا نذب اللوم على الحكومات لا قسم مننا مربوط بالناس مرتبط بالناس ذاك الياباني في اليوم يشتغل ثمان ساعات وهذا اللي في بلدنا في تقرير قرأت أن في البلدة الفلانية من البلدان الإسلامية الموظف يشتغل في اليوم ثلاث دقائق العامل هناك ثمان ساعات يشتغل في المعمل ثمان ساعات مستمرة لكن المعمل في البلد الفلاني الإسلامي بدال ما يشتغل ثمان ساعات الساعات المفيدة ساعة أو ساعتين بقية الساعات تهدر شوية منك يتأخر في المجيء شوية أسرع يخرج من المعمل وفي وسط العمل مثلا يخلي فترات استراحة طويلة وهكذا إما يسرق من العمل أو منه زيان ما يعمل وطبيعي ذاك يتقدم لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا في غزوة بادر المسلمون عملوا بتوصيات الرسول وأوامره ففازوا في المعركة لكن في معركة أحد في البداية عملوا بكلام الرسول انتصروا بعدين قسم منهم خالفوا كلام الرسول انقلب الانتصار إلى هزيمة مع أنه الرسول صلى الله عليه وآله موجود بينهم وإحنا مو أحسن من الرسول إذا المسلمون والرسول بين أظهرهم والرسول يدعوكم في أخراكم كما في الآية الشريفة إذا خالفوا أمر الرسول يصير فيهم نكسة أوزين إحنا أقول الرسول ما موجود بيناتنا الآن اختاره الله إلى جواره والإمام الآن غائب عنا بسوء أعمالنا إذا لا نعمل بالقوانين الطبيعية ما نوصل إلى نتيجة نعم إذا أنت عملت بالقوانين الطبيعية ودينك هم دين صحيح راح تتقدم على الآخرين أكثر إذا أنت تعمل بالقوان الكريم تصير سيد في العالم ليش؟ لأن القوان يأمر بالعلم يأمر بالعمل يأمر بالكد ينهى عن الكسل ويأمرك بما يكون صالحا لدنياك وآخرتك موسيقى 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 موسيقى